أنا هنا بكلمك على حاجة مهمة قد بالك فرص عمل يعني بيوت اتفتحت دي فرص عمل جديد طب والناس ده هنا بكلمك على خارجين جدود طب والناس اللي كانت مالهاش شغل يعني قاعد في البيت هو قادر على العمل وقاعد في البيت فتحنا البيت من أول وجديد ودي أهم حاجة تحصل في أي مجتمع وفي أي اقتصاد تعالوا نشوف توزيع المشتغلين تبقى لأهم الأنشطة الاقتصادية خلال الرابع الأول من عشرين تلاتة وعشرين طبعا علشان لزم الناس هتفتي وهتحدد أنشطة اقتصادية بحد ذاتها ولا أساس لهذا الكلام من الصحة تعالوا نشوف كده في 2014 أنا كان عندي ستة وعشرين وتسعة من عشرة في المية كويس في التوزيع بواقع ستة واربعة من عشرة مليون مشتغل بيشتغلوا في إيه بقى في الزراعة وصيد الأسماك كويس ده 2014 تعالوا نشوف في 2023 أصبح فيه عندي خمسة واحد من عشرة مليون مشتغل وأصبحت النسبة بتاعتهم 18 واحد من عشر طيب بتيجي نشوف تجارة الجملة والتجزئة كان عندي اتنين وستة من عشرة مليون مشتغل في تجارات أو في تجارة الجملة والتجزئة أصبحوا أربعة مليون ومتين ألف إنسان بيشتغلوا في تجارة الجملة والتجزئة طيب تعال نشوف الصناعات التحولية صناعة كان عندي اتنين مليون وتمنمئة ألف مواطن بيشتغلوا في الصناعات التحولية أصبحوا تلاتة مليون وستة من عشرة تلاتة مليون وستمئة ألف مواطن بيشتغلوا في هذه الصناعة فارتفعت النسبة لـ 12.8 من عشرة طيب تعال نشوف النقل والتخزين كانوا واحد وسبعة من عشرة مليون مشتغل أصبحوا اتنين وستة من عشرة مليون مشتغل بصوا بقى على النسب المقاوي عندي 18 واحد من عشرة بيشتغلوا في الزراعة والصيد عندي 14.6 من عشرة في تجارة الجملة والتجزئة عندي 12.8 من عشرة في الصناعة التحولية عندي 9.3 من عشرة في النقل والتخزين شكرا